خطورة سد النهضة مش بتتمثل في حصول جفاف وبس لأ ده في احتمال ظهور وانتشار أوبئة هترجع المنطقة لعصور الظلام من تاني ومجاعة وفقر هيصيب أكتر من دولة أزمة سد النهضة اتخطت كونها أزمة مياه على مصر والسودان وبعد الدراسة الجديدة ظهرت ليها جوانب تانية بتهدد ملايين الأفرقة مش بس شعوب دول المصب يا ترى إيه حكاية الدراسة دي؟ وخسائر السد هتكون عبارة عن إيه؟ كل ده وأكتر هتعرفوه في الفيديو ده من خمسة بالعربي الباحث في الشان الإفريقي وحود النيل هاني إبراهيم كشف عن دراسة سودانية جديدة اتكلمت عن الأثار الكاريسية لسد النهضة الإثيوبي على السودان وكمان الدراسة اللي أجرتها جامعة الخرطوم توقعت أن بناء وتشغيل سد النهضة هيكل لأثار بيئية واجتماعية واقتصادية كبيرة على السودان الدراسة الجديدة واللي قام بيها المدير العام لمؤسسة جامعة الخرطوم نادر حسنين أكدت أن سد النهضة هيأثر على منطقة جغرافية بتبدأ من الحدود مع إثيوبيا باتجاه مجرى نهر النيل وحتى الحدود مع مصر ده غير البعد الأفقي للمنطقة دي واللي بيشمل سهل الفيضان للنيل الأزرق وروافده ونهر النيل الدراسة أشارت لتدمير كبير للنظم البيئية النهرية في المجرى السفلي بسبب التغيرات الهايدرولوجية اللي بتقوم على الفيضانات الطبيعية الدورية وتفاقم تلوس المياه خلال فترات التدفق المنخفض وده بدورها يؤدي لزيادة تواغل المياه المالحة بالقرب من مصبات الأنهار الدراسة كمان قالت ان انتفاض الحمولة الرسوبية والعناصر الغذائية في المجرى السفلي للنهر بسبب سد النهضة هيؤدي لزيادة تآكل حواف الأنهار والسواحل وتضرر الإيمة الاقتصادية والإنتاجية البيولوجية لنهر النيل وأكد هاني إبراهيم من خلال الدراسة ان جفاف النهر في المجرى السفلي للسد ممكن يتسبب في نفوق الأسماك وكمان الحيوانات والنباتات اللي بتعتمد على النهر وممكن يؤثر بالسلب على الزراعة وإمدادات المياه للإنسان وانخفاض التدفقات أدى لتقليل المياه المطبقة على الحقول وده هيزود من ملوحة التربة ويقلل من كمية المياه اللي بتوصل للأحواض الجوفية وعن الأوبئة المرتبطة بالمياه واللي هتحصل بسبب سد النهضة أكدت الدراسة ان المسطحات المائية الجديدة اللي بيصنعها الإنسان زي خزان سد النهضة ممكن تتسبب في ظهور أوبئة تؤثر سلبا على الصحة العامة زي المالاريا والبلهاريسيا أما عن مصايد الأسماك والحياه المائية أكدت الدراسة أن مشروع سد النهضة هيكل تأثير سلب كبير على الحياه المائية ومصايد الأسماك لأنه هيمنع هجرة الأسماك إلى أعلى النهرة ده غير أن معظم أنواع الأسماك والنظم البيئية المائية المتكيفة مع الأنهار غير مؤهلة للبقاء في البحيرات الاصطناعية وممكن التغيرات الكبيرة في أنماط تدفق النهر السفلي بسبب سد النهضة تؤثر سلبا على الحياه المائية والنظام البيئي المحيط بيها المستويات المائية المنخفضة النتيجة عن بناء سد النهضة ممكن كمان تتسبب في تأثير سلبي على السياحة والملاحة المستخدمة في نقل البضائع والتجارة في المجرى السفلي للنهرة وممكن يشكل سد النهضة حاجز للملاحة وصيد الأسماك والهجرة للكائنات المائية اللي باقية ترجمة نانسي قنقر